احتفلت كاتدرائية اسقفية قطر في الدوحة التابعة للبطريركية الأورشالمية بعيد تذكار القديس إسحاق السرياني حيث ترأس سيادة رئيس أساقفة قطر كيريوس ماكاريوس خدمة صلاة الغروب الكبرى مع تقديس الخبز مصحوبة بترانيمة باللغات العربية واليونانية والسلافية بحضور رجال الديني وأبناء الرعية كما ترأس سيادته في اليوم التالي خدمة القداس الإلهي بحضور سفراء اليونان وروسيا وقبرص والقائمين بأعمال سفير جورجيا وسفير صربيا وجمع من المؤمنين وبعد القداس أقيم زياح وأيقونة القديس إسحاق السرياني وتبع ذلك حفل استقبال في القديس